بخلاف انك حارس كبير عاش الناوي طبعا ما فيش خلاف على كده ماشاء الله لكن بالتحديد عايز اتكلم على جزئية معينة انا بلاحظها واحنا كنا في مقر الاقامة دايما كلامك مع اللاعبين ككابتن من فريق النادي الاهلي ومعاك زميلك برضو كباتن الفرقة زي سعد وايمن كلامك دايما مع اللاعبين حتى بعد مباراة الباير عايز اعرف بتقول ايه لزميلك ازاي بتهيأهم نفسيا كمان بخبراتك دي ان هما يقدروا يفوزوا في المبارات على طبعا لا اكيد انا طبعا معايا ايمن ومعايا سعد ومعايا وليد والعب الكبار كلهم زي السلية وعلي معلول بالنسبة لدول بيساعدوني في الفرقة وخبرات كبيرة طبعا في فترة اللي فاتت واحنا بقلنا مع بعض اكتر بقلنا مع بعض اربع سنين المجموعة اللي موجودة فيه ناس جديدة جاءت علينا بس اكتر العناصر اللي موجودة بقلنا اربع سنين موجودين مع بعض اعارفين بعض اهم حاجة فيه احترام بنا بين الكبير والصغير ده اهم حاجة واحنا بنتكلم لمصلحة الفرقة ومصلحة النادي هما عارفين ان اللعيبة الكبار كلها بدبقى خايفة على المصلحة الفرقة ومصلحة النادي اه طبعا هما اي حاجة بيبقى محتاجينها او اي حاجة بيتكلموا فيها بيجوا تكلموا معانا احنا بنتكلم معانا بكل صدق اي حاجة بنتكلمهم للمصلحاتهم احنا الناس الكبار دول لعبوا زي علي زي السولية زي وليتة نازل كلها لعبت في منتخب مصر زي الساعد زي أمن عندهم خبرات كتير أي حاجة ما بيجي يتكلمين يدهم خبراتنا وبيندهم السيستم بتاعنا اللي زي ماشي في النادي وازاي احنا ماشيين ازاي منفكر ازاي الكلام ده كله حاجات دي طبعا بتفرق أكيد طبعا هم هما بيشوفوا يوم يتحطوا في مواقف وبيشوفوا بيشوفوا الكلام بتاعنا اللي هو طلع هو كلامنا صح بيبقوا عارفين خلاص الكلام بنا يعني بعد كابي بيشوفوا heما حaga يبقى في بيننا وبعض احترام وما حاجة انهما يصدقينة ده أهم حاجة والحمد لله انت شايف هو هو الفترة اللي فاتت دي احنا مش شكل كويس والحمد لله خدنا بتوت أفريكيا الحمد لله الدوري والحمد لله خدنا البرونزية اللي احنا كنا جاينا عشانها الحمد لله يعني الفترة الجايهم بناء الي Carbon All points اللاعبة كلها بدها ااático مش اريد اواق укالك لعبها رجالة وعند في قد المسؤول بيبقوا موجودين وفي أي موقف بيبقوا رجالة والحمد لله الفترة الجاد يكون الأحسن إن شاء الله